بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعطيكم العافية جميعاً اليوم إن شاء الله بدي أشرح لكم أول محاضرة إبيديميوليجي لمادة الفاينل طبعاً زي ما قلنا محاضرات الفاينل ستكون أربع محاضرات إن شاء الله بدي أعملهم بأربع فيديوهات طبعاً آخر محاضرتين نفس الموضوع معبارة عن الابزرفيشن الساديز ولكن فصلتهم عشان بحيث الفيديو يكون أخف يعني فبتاع الواحد يكون عنده أريحية طبعاً أول معلومة رح تحصلوها لما تدخلوا على هذا المساق يعني لما تبلشوا مثلاً مادة الفاينل إنه هذا كل الكلام ما أخذينه إحنا زمان متى زمان مش صف أول يعني زمان يعني سنة أولى الفصل الثاني ما أخذنا إنترو دكشن توريسيرت الدي بام طبعاً معظمنا اعتمد على السيرت كانت أوبنبوك يعني كان المادة بس هسا شوي بنا نحفظها طبعاً المحاضرة يعني بعد دراسة المادة الأمانة أخف بكثير بكثير من اللي أخذناه سنة أولى يعني مثلاً سنة أولى ممكن محاضرة كاملة عن الكوهورت والكيس كونترول بجوز بين يعني بين الخمسساش والعشرين صفحة بدون بغيك بعتقد برجع تأكد ولكن هون يعني الواحد منهم يمكن ثلاث صفحات وفي فراغات كثيرة طبعاً كمان نقطة أنه حطنا يعني أنا لينك التفريغ بالديسكريبشن هو وكمان في عملتها النسخة ثانية أنه بيكون العناوين مثلاً زي هي كذول بالأسود بيكون عشان لما تيجي تطبعوها الأزرق ممكن ما يكون شبريه بدايتاً خنبلش بقول لك what is epidemiology شو يعني epidemiology بقول لك الإبيديميولوجي هو عبارة عن study of the distribution and the determinants of the disease حلو طبعاً هاي المعلومة اللي هسا بدي أحكيها رح تمر معك لآخر محاضرة حتى بآخر محاضرة حتلاقي remember بقول لك لما نحكي disease بكونش قزن إحنا بالضرورة يكون قزن إنه والله مرض دا ممكن يكون أي health related outcome أو condition حلو فلما نحكي disease بكون قزن إنه outcome معين قد يكون إشي positive positive إنه مثلاً يقلل من disease أو يقلل من حالة صحية معينة أو ممكن يكون negative ويكون فعلياً قزن في إنه disease يعني بالفعل مثلاً cancer أو disease أيضاً أذكروا من مادة المد لما عرفنا الهيلث حسب تعريف الwho إنه it covers both mental and physical health مش فقط physical health مش فقط إنه مثلاً خلوه الإنسان من الأمراض لأ إنما يكون mental and physical حساً حكينا كلمة distribution شو يعني distribution distribution بنعرفها عن طريق ثلاث أسئلة وين sorry where when and who حلو عشان نفهم أكثر إنه شو هنقزنا خلن نأخذ مثلاً COVID-19 كمثال حساً لما نسأل who بالCOVID-19 يكون قزن إنه who where the exposed من الناس اللي are most affected people بقول لك people with comorbidities, diabetes, hypertension and pregnancy لما جاوبت أنت على هذ السؤال هون أنت قاعد جاوبت على distribution لا هاي الدزيز مثلاً أو هاي الباهرة لما تقول له where مثلاً من يقدرش نحدد إن الكورونا نخصها ببلد معين وينو إنه مثلاً it started in China بعدين تسبرد غلوبالي سوء يعني غلوبال ماتر لما تقول وين تلاحظوا إنه والله الحالات أكثر إشياءات بتزيد بالوينتر فبتقول لي with the hint of the winter مثلاً we see spike of the disease بنلاقي إنه والحالات فجأة زادت هس مصطلح ثاني لازم نعرفه اللي هو الإبدوميولوجيكال آيسبرغ شو الإبدوميولوجيكال آيسبرغ اللي هو هاد الجبل الجليلي لابتلاحظهم منسوب المياه في عنده كون فوق جبل نسميه the tip of the iceberg وفي عندنا تحت إشياء يعني تحت مستوى سطح الماء طب عبارة عن شو هاد بقول لك 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 only the tip of the iceberg may be be detectable هو الإشي الوحيد اللي بنشوفه إحنا فعلياً لو واحد مثلاً واقف هيك بتفرج قاعد بتفرج قاعد بتفرج قاعد بتفرج بس رح يشوف هذا الجزء اللي فوق سطح الماء حلو فقط the tip of the iceberg هو اللي رح يشوفه which is only a small portion of what we will see حلو طبعاً the actual issue ولي تحت الهاي خلنا اخذ مثال على سبيل مثال مثلاً بالكورونا the tip of the iceberg مين هم بالعادة 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 ال tip of the iceberg هم الحالات مثلاً الناس خلنا نحكي الفحص وطلع لهم إيجابي الناس اللي نقلناهم من مستشفى الناس اللي مثلاً عم يأخذوا فنتيليتر الاخرة الناس يعني فعلياً المسجلين انهم مصابين حلو بينما مثلاً على سبيل المثال إذا اخذنا دراسة مثلاً قلنا اليوم مثلاً في عشرة الاف حالة حلو هل هذا بينفئ انه ممكن مثلاً هيك تلاقي انه والله في مئة ألف حالة ثانية ما بنعرفش عنهم إشي ما تسجل ومثلاً ما عندهم مش سيمتمز ما عندهم أعراض ولكن موجودين ما بتقدر تنفيلك ما بتعرف ممكن يكون ياس في مثلاً عشرة الاف حالة ظاهرة مثلاً اللي راحوا المستشفى الناس اللي يفحصوا إلى آخره ولكن في أقضى مثلاً مئة ألف حالة نعرفش عنهم إشي مخفيين إلا إذا مثلاً عملنا بيوت قاعدنا نفحص الناس مثال آخر هو عندنا دوغ بايت حلو عضات الكلب بقول لك كل سنة تقريباً 3.7 مليون دوغ بايت حلو تقريباً نص مليون منهم أو 450 ألف عن طريق مثلاً خلنحكي الإسعافات الأولية أنك تتعقم الجروح إلى آخر حساً هون هذول كلهم خلنحكي هذول الأول ثنتين أنديتكتد حلو لأنه خلص إجت يا أكل عضة مثلاً أكل عضة مثلاً محتاجش محتاج تدخل طبي حلو هون مثلاً محتاج فقط إسعافات أولية اللي تحت The emergency room visits مثلاً حوالي 300 ألف 13 ألف أو 14 ألف hospitalization بدهم هذول يقعدوا بالمستشفى 20 death هذول كلهم هذول المسجلين حالات مسجلة للعضاء الكلب فبتلاحظ أنه عدد الناس اللي مسجلين زي هيك يدوب حوالي 350 ألف واحد كل سنة ولكن عدد الناس اللي شو اسمه مش مسجلين كدوك بايت حوالي يمكن 4.2 مليون حلو 4.2 مليون لو بتلاحظ هون تقريباً من 10 أضعاف اللي ما تسجل فون لو بتلاحظ 4.2 مليون هذول هم عبارة عن tip of the iceberg بينما هذول الناس اللي هم عبارة عن العكس هذول هم tip of the iceberg و هذول هم الحالات اللي ما بتشوفهم طب definition of cause هسا عنا بالأبديميولوجي فاني نحب أنا بالأبديميولوجي مشكلة مع كلمة cause حلو لأنه إحنا بالأبديميولوجي قاعدين منحاول ندرس العلاقة بين اكسبوجر معين وأوتكم حلو ندرس العلاقة بينهم مش قاعدين من حد أن هذا سبب هذا وأنا منحكي أن هذا وهذا مرتبطين فمثلا ما منحكي أنه smoking causes lung cancer ركز لعكلمة causes وإنما منستغيض عنها بي وقلك أنه there's association في علاقة تربط بين smoking وال lung cancer طب ليش كل هاللفة والدوران ومندلش والعجقة لأنه ببساطة لما تحكي association قعدت تحكي أنت في علاقة بين exposure و outcome ما أكدت العلاقة حلو إذا حكيت cause cause you have to have specific criteria لازم يكون عندك بعض الشروط بعض الإثباتات المعينة طبعا هاي الإثباتات ما بتقدر تثبتها فقط بstatistical evidence أو مثلا epidemiological research لحاله لازم تدعم بمثلا pharmacology laboratory experiments clinical هاي الأمور فمجرد statistics ما رح تقدر تثبت أن هذا هو عبارة عن سبب قاطع لهذا الأشيء فالcause and effect is something we try to seek if it exists or not حلو بالإبديميولوجيكال research بنحاول ندور إذا في عنا cause and effect ولا لا ولكن نستطيع نتخطي الcauseality بنحاول ندور عليه ولكن ما منقدر نثبته alone يعني خلال بس الإبديميولوجيكال evidence alone بنحتاج أثار فاكترز نتخطي الcause بتعريف الcause وعبارة عن event أو condition بيسبق disease or illness وركز على كلمة without which يعني بدونه the disease would have never occurred يعني السبب يعني مثلا إذا بتحكي أنه smoking causes lung cancer يعني أنت بتحكي أنه بدون السموكينج مستحيل يصير عند واحد lung cancer طبعا هذا الإشي غلط لأنه ممكن يصير فيه lung cancer بنانسموكر but this is the result from cumulative effect of multiple causes acting together اللي هو عنا causal interaction طبعا ال cumulative يعني بيقول لك أكثر من cause أكثر من سبب أو أكثر من مسبب أو effect حتى ممكن نحكي حدا بدون cause بيشتغلوا مع بعض وبيعطوني بالنهاية ال effect فعنا إشي اسمه منسمي causal web بس هذا بيبين لك أنه cause and effect relationship is way more complicated من اللي ممكن نتوقعه يعني مثلا عسبي المثال إذا مننا نأخذ mycardial infarction شو اسباب mycardial infarction تلاقي أنه مثلا في عنا the industrial society the social pressures the natural selection the hereditary factors كل هذول ممكن أشياء تؤدي بطريقة أو بأخرى إلى mycardial infarction ولكن هل مثلا natural selection لحاله ممكن يس ممكن لحاله هل social pressure ممكن لحاله يس ممكن لحاله ولكن لما تيجي تدور ستلاقي أنه لا والله مش ممكن لحاله إلى病ه حما تلقي أن ممكن لحاله أنه ما تتحدي من حاله انجانية الكلام معاصلة ونحن تدور سارسكوف 2 ربما يجب أن هذا المصدر لا هذا ليس المصدر هذا المصدر المصدر فقط واحد أيضاً إذا لم يكن لديه مصدر وليس أن يكون لديه مصدر حتى لو كان مصدر مليون واحد عطس بوجه وليس أن يصاب فهون مليون أو أكثر من أحد سوف يكون مع بعض هدفنا بنهاي من الـ Epidemiological Research أنو نتوصل إلى نتائج معينة نتوصل إلى نتائج معينة فالكوزل إنفيروس هو عبارة بروسس ديرايفين كوزل إفكت كونكولوجين بايريزينيك فرم نوليج أن فاكتوال إفيدنس من نعتمد على النوليج معرفة هو خلناحكي المعلومات الفاكتس فبالإمباركال ساينسز أو العلوم التجربية بروف إز إمبوسيبل حلو أنك تثبت شغلها مستحيل ولكن تجاربك ممكن تقوي تقوي الكوزل ستيتمين تقوي العلاقة مثلا تقوي إثبات الأسوشييشن بين كوزل و إفكت فمثلا ممكن تحكي بدي أعمل دراسة عن البطيخ مثلا وساعدة الناس حلو الناس يمبسطوا زي هيك هسا التجربة ممكن نجيب ناس طعميهم بطيخ حلو ولكن هذا مش راح يثبت أنه والله البطيخ يسبب السعادة أنت ممكن فقط تقوي الستيتمينت أنه الهاي هسا بالأربع وستين السيرجين جنرال يجا عملنا شو اسمه ريبورت حلو ريبورت معين حكا عن الكوزل إفكت طبعا الدكتور مش كثير ركز عليها يعني بس ما تطلل ندرسها نقول لك الإبديميوليجيكال داتا مست بي كوبلد ويكوبلد 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 لما قلنا عن ما يكادي الانفاركشن حطينا أكثر من فاريبل أكثر من كوز أكثر من فاريبل هون الملتبل ستاديز مست بي كونسيددر تعتمد نوع دراسة واحد فقط وتقول خلاص هاي هي يعطيق العافة ممكن تعمل دراسة ثانية وتثبت العكس تماما فبالتالي أكثر من دراسة أكثر من خلنا نحكي كونديشنز يختلفوا لازم فترات زمنية مختلفة كل هاي الأبور لازم يعني تكون مضبوطة ستاديستيكال ميثلز ألون كانت استابلش بروف زي ما قلنا قبل أنه إبديميوليجيك داتا لحالها مش كافية ستاديستيكس لحالها مش كافية بدنا أيضا نتبعها بتجارض ستاديستيكال ميثلز ممكن تكون زي الأبزرفيشن ستاديز و رح نحكي عنها بعدين بس الهز انفرانش هالفريمورك بالخمس وستين هل شاف هذا الكلام قال لك اوك بنحط بعض المبادئ هاي المبادئ ايش بتساوي هاي المبادئ ايش بتساوي ويرشدنا كيف تبلد كوز يعطي العافة فحطينا ثمانية إلمنتس إذا توفرت بتقدر وانت مرتاح قرير العين تحكي انه هذا عبارة عن كوز لهذاك شو هذا وشو هذا كسر نحكي عنه طب اول ايمنت هو بقول لك بقول لك بقول لك فبعض الاشياء ممكن تقول لك لا والله الذكور بنبسطوا بك البطيخ الاناث بيحبوش البطيخ مثلا سي هيك فهل امور يعني ممكن تكون كون بقول لك 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 وكان حدث بفعل من التجربة مختلفين في بلاد مختلفة نفس الأجوار و مختلفات مختلفة الملائق 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 يقاعد إلى تفضل موضوع أو ميكانيزم يجب أن تكون في علاقة شخصية بين الحجم والشخصية الملائق هو أن تكون المطاعة من الملائق على المشخصية يكون السبب الوحيد إذا كان الوحيد أو الملائق المرض الوحيد هو الوحيد حتى يمكن أن نثبت مليون سبب حتى يمكن أن نتبت مليون سبب لذا مليون سبب ما قدرناش نثبت الاسبيسي في سيتي عليهم تيمبراليتي تيمبراليتي نقطة مهمة جدا 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 حلو بقول لك هي عبارة عن تام ريليشنشيب بتوين الاكسبوجر الاوتكم يجب أن يسبق الاكسبوجر الاوتكم حلو لازم الاكسبوجر يجي قبل الاوتكم ليش عشان تقدر تثبت أن هذا فعليا هو سبب السبب طبعا لازم يجي قبل النتيجة سوى تيمبراليتي از مانديتر جدا مهم يعني بدون تيمبراليتي مش راح تقدم مستحيل تثبت أنه هذا وهذا مرتبطين أصلا أو مش أنه مرتبطين إنه مستحيل تثبت أن هذا سبب قاطع لهذا الاشي ولكن فيها مشكلة أنه it's not easy to prove يعني في عندك بعض السيناريوهات راح تخشيشك بالحيط حرفية في عنا ثلاث خلنا نحكي كايسيس خلنا ندرسهم. الفيرس عنا تو سيناريوز حلو متوين ليت كونسامشن والإنسفالوباثي بعض الأمراض العقلية وليت كونسامشن استهلاك الرصاص فبدي أحكي لكم سيناريو تقولوا لي مثلا مين هم السيناريو المنطق أكثر أو The best described relationship هل السيناريو الأول بقول لك lead exposure لما يتعرض الواحد لمادة الرصاص رح يؤدي ذلك إلى اختلالات عقلية واختلالات تصرفية وإلى آخره طب السيناريو الثاني بقولنا الاختلالات العقلية والاختلالات التصرفية وإلى آخره رح يؤدي إلى أن الواحد يتعرض إلى مادة الرصاص يستهلك مادة الرصاص يتعرض إلى هيئة إلى آخره طب أنه واحد الصحيح طب هل هذا غلط لا هذا صحيح أنا شايفه وهل هذا غلط برضو هذا شايفه صحيح فبالتالي هون عندك أنت يعني مشكلة أنه اثنين هم منطقيين فالتصرفية is hard to prove بهذا السيناريو مثلا وهذا المثال مثلا واثنين هم أنا شايفهم صحيحات ممكن واحد يقول لك لا هذا غلط حلو وممكن يعني مثلا يستدل بمثال يقول لك مثلا أنه العلب اللي فيها مثلا مادة الرصاص بيسكروها بطريقة بحيث أنه مش أي واحد يفتحها ممكن زي مثلا علب الأدوية ممكن واحد يقول لك لا مثلا lead exposure ما ثبت علميا أنه ممكن يساوي هاي يعني ممكن غض النظر ثبت ولا ما ثبت ممكن واحد يقول لك فاثنين هم ممكن ينتفعوا اثنين هم ممكن يتأكدوا another example between diabetes with depression الاكتئاب والسكري حلو بيقول لك مريض السكري ممكن يصيبوا اكتئاب حلو وممكن شخص مكتئب يصير مثلا اختلال بالدايت فيصاب بالسكري which came first ما بتعرف ما بتقدر تعرف طريقة عشان تعرف بدك تتبع شخصين أو يعني تتبع أشخاص لا هم مصابين بالdepression ولا هم مصابين بالدايابيتس قبل ما يصابوا باي شي وتستنىهم يصابوا أي إذا بدهم يصابوا وتشوف مين اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه مثل ديبريشن أول نكون واحد دايبيتس أول خلال نفس التجربة نفس الهاي فهن أيضاً حيصير في عنا بعض التضارب بالمعلومات طبعاً نشوف مين الأكثر وبنقدر بعدين هسه مثال آخر آخر مثال عن موضوع التمبراليتي هون شوي بنسهل علي كل أمور بتصير إشي ممكن نثبته الليشنشي بتوين سيجارة أند لنغ كانسر حلو بتوين تدخين واللنغ كانسر هون ممكن أي واحد يقول لك أنه التدخين أكيد بيبلش أول ليش الواحد بيبلش متى يدخن بالمدرسة أت إيرلي إيجي تجرب أول سيجارة بينما اللنغ كانسر ممكن يتسبب يجي الواحد مثلاً على عمر خمسين ستين سبعين ثمانين سنة يعني بغض النظر فبالتالي يجولي المدخنين يعني إذا بدخنوا دخنوش طبعاً إذا الواحد بدخن ممكن يدخن شو اسمه على عمر بكير مش راح تلاقي مثلاً واحد عمره ثمانين سنة قال لك يلا بدي أجرب هسه مش يعني بتخشش على العقل ولو واحد مثلاً صار في لنغ كانسر هو أصلاً بدخني صار في لنغ كانسر قال لك يلا ننتحر نبلش ندخن ما في الشيء فبالتالي هون التمبراليتي تقريباً ممكن تحكي أنها واضحة تسعة وتسعين بالمئة من الحالات أنه ببلش الواحد بدخن أت إيرلي إيج ثم قد تدخن أت إيرلي إيج التمبراليتي هون واضحة إلمنت فايف حطنا إياها الأستاذ هيل اللي هو بايوليجيكال جراديند أبقلك انكريز انكريز انكسبوجر دوز يؤدي الانكريز دوز ريسبونس ان ريسك حلو بيزيد عنا الريسبونس على هذا الدوز الحضور باللوغات اوريسك حلو بيزيد عنا الريسبونس على الريسبونس على الدوز ما يقول لك مثلا بإبقاء مصدر أسلق الأسلق تحمنا السببونس على الجراديند إن يمكن أن تكون فرصة مصدر ساعد المزيد إبقاء مصدر الريسبونس على هذه الدوز غير حيث ثم يكون قائم مصدر أخير المتعان ما سيتم القائم مصدر شيء بلوزابل إنه شيء منطقي بخش عالعقل بنفهم معقول لذلك شيء بلوزابل شيء بلوزابل حلو يجب أن تفهم بلوزابل طبعاً هذا ميكانيزم يجب أن يكون بلوزابل في حالة نون بايوليجيك طبعاً نقطة مهمة جداً إنه كل ما يكون بلوزابل ليس ببعض حقيق يعني مش شرط إنه إشي يكون عشانه منطقي خلص نعتبره صحيح لا ممكن يكون غلط هو منطقي ولكنه غلط حلو فمش أي شيء منطقي بنسادقه ولكن بتدعم الـ لو تأكدنا من صحيح ممكن يكون منطقي ولكن غلط لازم نتأكد من صحيح هسا الـ أيضاً هاي النقطة السعبة حط لنا ياها السيد هيل كوهيرنس بقول لك فاكس ستكتو قادر لفورم اكوهيرن تول حلو يعني لازم تكون الأفكار مترابطة متلاسقة جايين هيك واربعض ومش الأفكار حتى الحقائق الحقائق اللي هي ممكن تكون نتائج نتائج مثلاً Epidemiological Study Pharmacokinetic Study تعمل دراسة على دو معين Laboratory Study جيب مثلاً Faroud غزة إبر مثلاً Clinical Study مثلاً نجيب ناس وتجرب عليهم Biological Data يعني إلى آخر هذو كلهم They must create a cohesive picture about the association حلو كل هذو المثلاً نقدرنا نثبت أن مثلاً التجارب الإبيديميولوجيكال على التجارب الدوائية على التجارب الـ Laboratory على الـ clinical نكال علاقية آخره قدروا يثبتوا لي أنه في علاقة بين smoking and lung cancer آخر واحدة ليه Experimentation آخر element Experimentation ببساطة يعني إشي جداً واضح اللي هو Trials Experiment evidence تتجارب طفولty اللي هو It's not even إن فيترا و إن فيفو المصدر حسب الكلف بين الشرطة والمجل هذا ليس إذن يغدد البيانات هذا الحديث نحن لدينا دو نحن من الوصف لدينا الوصف و لدينا الوصف مثلا سكان عمال المصابين بواحد ثلاث السمبل التجاريخ هو مختلف من الريفرانس بمثل الريفرانس بمثل الريفرانس بمثل الريفرانس بمثل السمبل نعمل دراسة على سكان شفة بدران المثلا بالنهاية هي البيانات اللي بتطيعنا فيها من دراسة على شفة بدران راح نعممها على سكان الأردن عامة ورح نحكي انو كل الأردن زي هيك ليش اللي دراسة اجريناها على هاي المنطقة هناك مرحلة مختلفة لإختار المثال ممكن نختارها سواءً أو لعكس بأنيني open أو closed حلو طبعاً a group of population بنسميها a cohort بغض النظر شو النوع الدراسة يعني هاي cohort هم تختلف عن cohort study طبعاً ويمجر فيكنززي ما قلنا closed أو open population نأخذه بالتفصيل المثال أو ال cohort أيضا بنسميه ال cohort جاي من الكلمة اللاتيني مولداء تعداد الملكة مولداء تعداد الملكة مولداء تعداد الملكة الوصف 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 من الوصف الوصف او هذا يوصف الوصف الوصف لن تنتهي التجربة لذا فرصة لا تضيفة في تجربة التجربة ناشيهم عنصريا ضدهم الأشخاص يأتي باستخدام الوضع إلى خلال أو خلال الوضع الـ Open Population نحبها أكثر أشياء الأمور بمعارضة على محافظات الوحيدة في محافظات الوحيدة بالعادة إذا نريد أن نعمل على محافظات مثلا الأشياء الأنسب هو الـ Open Population لأنه أكيد أنت مش راح تقدر تتحكم بالناس الداخلين والطالعين من المحافظة هنا كنا نمزح لما نقول عمال يعني مثلا الـ Open Population ممكن تفيدنا بمثلا الناس عند مرض معين نعمل الـ Open Population على بلد معين، ريجين معين ومعين، ومعين، ومعين إلى آخر الـ Open Population في محافظة الوحيدة يتحدث أن تكون محافظة الـ Open Population تتحدث أنها تتحدث بالعادة عمالة تغير، الـ H تغير، الـ H تغير، الناس تدخل، الناس تتطلع، الناس تموت، الناس تنولد إلى آخر فتظل تتحرك إذا كانت في محافظة الوحيدة، نسميها محافظة الوحيدة حلو، وقعد في محل هكذا طبعا طبعا هون لدينا جزء هون كان جزء أضحكت إليكم هون الحسابات، من بلد شرياضيات، ان شاء الله بخصو نفسها هون الحسابات من بلد شرياضيات، إن شاء الله بخصوها هون هناك طريقتين لن تتخيل المرض المرض معين، الإصابة بالمرض الإصابات، ممكن ننقيسها بطريقتين مركزات أو الـ Prevalence الـ Incidence الـ New Cases الـ حالات الجديدة الـ Prevalence الـ Total Cases الـ Incidence الـ New الـ Prevalence Total الـ New أو Old على سبيل المثال الـ Incidence Proportion الـ Incidence Proportion IP الـ Incidence يجب أن تظهر لك عن حالات الأخرى الأخرى الـ Incidence الـ formed puede ser habits الـ Cohort الـ soit الـ Qualcomm الـ Cohort الـつ定 الـ Consensus الناس من الناس الناس الذين قادموا بالطبع او الناس الذين لا يموتون بالطبع يموتون بالطبع على سبيل المثال بدنا نعمل دراسة مثلا عن مرض معين حلو الناس اللي أصلا عندهم هذا المرض are excluded ما مندخلهم مش بالإنسيدنس بروبورشن فقط منهتم بالناس اللي ما عندهم المرض وقادرين على أنهم يحصلوا المرض ممكن واحد ما عنده المرض ومش ممكن يحصل المرض هذا برضو إكسيكلودد طب الإنسيدنس بروبورشن has to have two points in time حلو two points in time لذا هذا سيكون كنتم بروبورشن ممكن نحكي او شي زي هيك فأم having two points in time بهمنا a time where they were disease free ما فيش فيهم المرض لأننا نحكينا بأنهم يكون disease free وقادر على تكوين المرض and a time after developing the disease or when the study is conducted or could be time of death مثلا إلى آخر فبنا نحط نقطة time الهو time zero ساعة الصفر الصفر نقطة الصفر ونقطة اللي هو time one مثلا ممكن تسميه سو القانون الـ IP اللي هو incidence proportion بقول لك number number of onsets during study interval يعني number of new cases بالعربي بقول لك تقسيم number at risk at beginning of the study interval عدد الناس اللي لما بلشنا هسا التجربة كم عدد الناس اللي ممكن يصابوا مثلا خمسين الف واحد طب كم عدد الـ new cases عند الـ time one يعني هون عند الـ time zero الـ risk risk at time zero كان مثلا خمسين الف واحد الـ new cases at time number one كان مثلا خمسة الف كيسيز فتلاحظ ان الـ incidence proportion خمسة على خمسين ويساوي عشرة بالمئة طبعا السننمز للـ incidence proportion كلمات تلك متشابهة الـ incidence proportion اللي هو عندنا risk cumulative incidence attack rate الـ attack هو عبارة عن سرعة الـ disease within the population انتشاره الـ interpretation ليش منستعمل الـ incidence proportion عشان نعرف الـ risk على العام يعني نعمم منهاي دعنا ناخد مثال حلو بدنا نعمل we need to estimate the average risk of uterine cancer in a group حلو in a group of women uterine cancer اللي هو سرطان الرحم in a group of women جبنا ألف امرأة حلو so it's a core study it's close population ألف بلسنا بألف خلاص هاي هي ممكن ألف ممكن أقل من ألف ننتحي بس مش أكثر من ألف مفيش حد حيدخل هيك يقول لك أهلا وسهلا ويدخل عدة تجربة هسا 100 منهم had hysterectomies 100 منهم كانوا أصلا شايلين الرحم حلو فكونهم شايلين الرحم فمستغل يصير فيه عندهم uterine cancer ليش؟ لو ما عندهم إش الرسك هسا كونهم ما عندهم الرسك بإكسكلود هذول المية سو بنحكي عدد الـ people at risk at the beginning ألف ناقص المية هو or not at risk ليصف عنها 900 هاي ها 900 حلو سأول إشي بدنا نشوف مين اللي سوان عنده disease طبعا منلاحظ كم عدد الناس اللي أصلا عندهم disease صفر ما فيش حد عنده أصلا uterine cancer من اللي هاي التجوه سوف فقط 6 200 هسا we followed the cohort for 10 years حلو ممكن تكون قد ما تكون بهمناك كثير هسا we observe 10 new uterine case cancer cases 10 new incidences 10 new onset during study سو صار في عنا عدد الحالات الجديدة 10 عدد الحالات الجديدة 10 عدد الحالات الجديدة 10 تقسيم فمنحط number of onset اللي هو 10 تقسيم number at risk اللي هو 900 عشرة تقسيم 900 يصفر 0.1111 لذا 10 year average risk is 1.1 بالمية حلو هسا الprevalence الprevalence gives you an indication of the disease presence within the sample حلو بغض النظر Prevalence هو عبارة عن disease presence within the sample سواء newly developed أو أول لذا الprevalence فقط أول PROM فقط فقط في حال حال قرم كما كأثيرت سواء يعني لكي خطول الخصوص م binge الناس في الناس الذين لديوا الناس الذين لديوا الناس فهو فقط واحد في الوقت بغض النظر لذلك لا يوجد الوقت في الوقت المدنة عملاً من المل؟ عملاً 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 أشخاص مادنة مادنة بنفس الناس مادنة حسناً يعني اما نسبة المصابين بالمرض او فرصة انه هيك شخص عشوائي قاعد بأمان الله يصاب بالمرض حلو حلو هسا الامبال نفس الامبال الفوق مثلا قلنا بلشنا بألف ومن مية اصلا كان عندهم هستر اكتميز بدنا نحسب عدد الومن وذ الهستر اكتميز حلو بريفلنس اف هستر اكتميز وي ركروتد ألف ومن ألف ومن هاي النمبر اف بيبول ألف بغض النظر عنده ريس ما عنده وش ريسك احنا هون اصلا مش قاعدين بنحكي عن ريسك هون لما نحكي عن وان بوينت انتام مش قاعدين بنحكي عن ريسك احنا قاعدين بنحكي عن ديزيز بشكل عام فبدك انت خلص كل العينة اللي هي مية وفوقها بنحط بالبسط اللي هو عدد البيبول وذ هستر اكتميز اللي هو نمبر اف كيس سواء نيو او اولد ومن الفضاء جاي الكيس ان شاء الله اي اشي المهم انها كيس ميت كيسيز على الف بيبول ويساوي واحد وعشرة المية دايناميكس اوف بريفلنس حلو في عن السستين انالوغي هس هذا عبارة عن خزان مي حلو خزان احزان خزان مي المي اللي فيه عبارة عن اولد كيسيز المي اللي قاعدين بنديرها عبارة عن نيو كيسيز حلو فهذا خزان كيسيز فيه اولد كيسيز بندير له نيو كيسيز هسا البيفلنس هو عبارة عن منسوب المياه هذا هو البيفلنس الانسيدنس هو هذا الخط اللي قاعد بدخل الكمية الداخل حلو حجم الحنفية اللي بتصب قديش بتصب هاد الانسيدنس التدفق والانسيدنس سو هسا في عنا بعض ويس تو انكريز البيفلنس حلو طبعا هسا هون ايضا بصير في عنا ريكافوري او ديث فاي حنا في مفتوحة بتنقط عما الولد كيسيز عمالها بتخلص عن طريق اما يا ريكافوري ايا ديث وبتحولوا الى فورمار كيسيز الو فهمينو اني خزان مي فيه اصلا مي قديم الهي والد كيسز بندير فيه مي جديدة تدفق المي الجديد هو الانسيدنس منسوب المياه او كمية المياه او كمية الكيس بشكل عام البيفلنس قاديم نيخسن عن طريق الريكوري أوري هسه بناء على هذا الفهم كيف ممكن نزيد الفرامل منسوب المياه كيف ممكن نزيده إما نزيد تدفق الماء اللي قاعدة بتدخل نزيد عدد تدفق الماء أو نقلل الماء اللي قاعدة بتطلع على برة حلو خلنا أخذ إذا بدنا نزيد عدد الناس اللي قاعدة بتدخل أو عدد الماء بطريقة تدخل باعث من المحافظة أو تأكد صاديرات سيكون تأكد الصاحب فالتي سيكون تأكد الصاحب أيضاً تأكد الصاحب أو الصوت لذا المحافظة على عدد الصاحب تأكد الصاحب سيكون الصاحب شوف أتوا؟ ولا شيء أعرف شوف أتوا بس من كريسة لأنه بما أنه حكي عنه الدكتور وطوله بشرح فيه صراحة هسا الـ measures of association حلو اخذنا هون نبذة عن الـ measuring disease frequency هناخد هسا measures of association هسا we need to determine the exposure and to a certain the disease اشياء جدا مهمة دائما exposure disease ايشي بيجيك عنه association تقول exposure disease شو الـ exposure بقول لك explanatory factor or potential health determinant عبارة عن factor او مسبب معين وهو بنعتبره الـ independent variable المتغير المستقل disease the response or health related outcome هو عبارة عن outcome هون عبارة عن factory هون outcome which is the dependent variable يعني اذا مثلا بدنا نمثلهم على رسم بياني هون رح يكون عنا exposure هون رح يكون عنا disease هون transit Rafam предложение الشرور من تزاون يعني تزاون المحاضر تجاه الى المحاضر جيد لإعادة الناس مثلاً في بداية المحاضرة كل ما زاد عناỡ الأسوء كل ما زاد عنا المعارفة على سبيل المثال كل ما زاد المعارفة للمحاضر كل ما كانت مؤكدة أكثر تحلو بس دعنا نقوم بقيتها الرياضيات بطبيع الأغريقي بس تحصل على نشاطها لا أعلم بقيتها المحاضر الرياضيات حتى المحقوق في المضيحات هي تقسيم الماثماتيك فهو تقسيم الماثماتيكية؟ يمكنه يفعلها في أبسولوت الماثمات أو علاقات مواصمة الابسلوت كمبارسنز بنسميه الريسك ديفرنس الفرق بالريسك الفرق بالخلان نحكي بالنسبة الاحتمالية حلو سو بما انو عم نحكي عن ديفرنس سو دي ارميد و السبتراكشن حلو انا عندي مثلا ليرتين انت عندك ليرا فانا بالتالي بكون عندي ليرتين ناخص ليرو يسمى عندي ليرا اكثر منك حلو زي هيك نحن نستخدم الابسلوت كمبارسنز ايضا ليرسك حدث ان انا اقص ليرسك فاكتور و انا لدي 2 بالمئة من الريسك و انت ليس اقص ليرسك ولكن لديك 1 بالمئة بالابسلوت تلم 2 بالمئة ناقص 1 بالمئة فبالتالي منك نكتشف ان انا عندي 1 بالمئة فرصة اكبر اني يصير فيها الريسك منك 4 بالمئة 3 الاسم المترجم للتقسيم هذا هو المترجم للتقسيم المترجم للتقسيم لذا يفعلها مع المترجم قمت بكلمة risk و rate سنستعاملهم interchangably إذا كان過 risk يكون غزنة rate و إذا كانا نضع rate غزنة rate نفس المعنى من بالنهاية و هسا لدينا قانوني مهمين المترجم للخصيار وركز و رائد 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 كلها مسميات نفس الأشي الر الرد هو عبارة عن رسك 1 ناقص الرسك 0 هاي رسك 1 تقسيم الرسك 0 طب شو الرسك 1 و شو الرسك 0 رسك 1 بقول لك ذا رسك أو رايت في الريسك أو رايت مختص بالريسك الرسك 0 هو رسك أو رايت بالنون إكسبوز بيتم بلنون إكسبوز غروب إنتربيتيشن للرد لما نحسب الرسك بالأبسولوت تامز إنتربيتيشن للر عبارة عن الريلاتيف تامز بالنسبة الر ديفرنس فبالتالي هي أبسولوت هاي عبارة عن ريشيو فبالتالي هو قسمة خنا نأخذ مثال هون خاص بللشنا الأمثلة هاي ها تخلص مهذا طب مثال إكزامبل لو عنا الفيتنس أند مورتاليتي حط بلير بالخمس ونسعين إز إمبروفت فيتنس أسوشييتد وذ دي كليز مورتاليتي خلنينا نعرف حس طبعا بهمنا بهون يعني عطانا بعض القيم بالسؤال راح يطين إياهم لو الإكسبوجر الرسك وان هو يس إكسبوز والرسك زير هو نو نت إكسبوز طبعا دزيز مش كثير يعني بهمنا نحنا قاعدين من نحكي عن الرسك بالنهاية فحف الشي قالنو أنا سبوز يوجد أن نكون لديك أجربة من مورتاليتي ريس برسك وان تاعهم حلو هاي السؤال المورتاليتي ريت بلغروب وان الرسك وان تاعهم اللي هو عبارة عن عبارة عن مية واثنين وعشرين عبارة عن مجموع السنوات يلي بتقيم عليهم التجربة حلو على سبيل المثال أقمت التجربة على شخصين حلو شخص مثلا عملت له التجربة لمدة عشر سنين وشخص لمدة عشرين سنة عبارة عن عشر سنين زائد العشرين سنة والتجربة الثلاثين سنة هوية تجربة ايه عمره تجربة ثلاثين close let's go وممكن ايضا تقيم التجربة كلها لمدة عشرين سنة من مدة عشرين سنة على مثلا خمسين سنة خمسين شخص خمسين شخص لمدة عشرين سنة بتكتشف انه إيه والله أنت عندك تجربتك عمرها ألف سنة ألف connections في雨 زي till all كيف لما يجمعوا الخبرة مثلا زي هيك ترجمة نانسي قنقر حسب أنهم طلع معنا سالب 54.4 طلعت معنا قيمة سالبة إيش نساوي ولا إشي حلو القيمة السالبة هون The effect of improved fitness كيف نقرأ القيمة السالبة The effect of improved fitness The effect of the exposure اللي هو improved fitness Was to بما أنه سالبة To decrease To decrease شو هذا؟ هذا المرتالي So decrease mortality By 54 per 100 ألف person So improved fitness هل فادتنا ولا لا؟ مع أنه أعطتنا قيمة سالبة ولكن قيمة سالبة إيش هاي؟ قيمة سالبة بالوفيات صار عدد الوفيات أقل بخمسين وفية حلو؟ أو وفا The effect of the exposure was to decrease the disease أو the outcome by هل قد لأنه ممكن يكون exposure غير مثلاً حنوخده بمثال ثاني إنه الإكس بوجر هو عدم إمبروفت فيتنس عدم الإمبروفت فيتنس ممكن أن يكون فحسب exposure السؤال فبقل The effect of exposure was to decrease outcome by هل قد تجيب الأكس بوجر من السؤال تجيب الأكس بوجر من السؤال تجيب الأكس بوجر من السؤال طب هسا إذا طالب منك in relative terms نفس البطيخ اللي عملته هون بس in relative terms شو القانون شو القانون تبع relative terms سو يمكن ما يقول لك بالسؤال الر رح يقول لك relative terms لحالة فأنت لحالك تعرف relative terms يعني الر الر قانون الر ر 1 على ر 0 احسب هاي ر 1 من السؤال ر 0 من السؤال طالعك حوالي 0.55 تقريبا نص يعني The effect of the exposure was to almost cut the rate of outcome in half شو الإكس بوجر improved fitness شو الأوتكم death So the effect of improved fitness was to almost cut the rate of half and half قللنا عدد الوفيات تقريبا للنص بس The designation of exposure ممكن يقول لك زي ما قلنا قبل انه ليش ليش مثلا أنا لما إجيت أقراها قريت انه effect of exposure this is by the disease وإلى آخرة لأنه ممكن يعكس لك إياها بالسؤال يقول لك مثلا switch the exposure does not affect the interpretation حلو ممكن يقول لك the exposure refer to failure and improved fitness حلو عكسنا هون حطينا أن exposure هو failure and improved fitness أو عكسنا أن risk 1 يساوي no والrisk 0 يساوي yes حلو فلما نعكسهم R1 اللي هي exposure لو إحنا ملاحظين exposed للنط improved fitness رح حصير أن الناس السيئة وضعهم الناس اللي بتموت أكثر فبصير هذا R1 إلا أنه لا تفضل لفيلور وفتنس رح يكونوا لا تفضل فبالتالي رح يكونوا أفضل حالا وبالتالي هاي بصير R0 فلما عكسناهم صار هذا R0 وهذا 1 وحصير 122 ناقص 67 أو 122 تقسيم 67 كما أمر يمكن الواحد تضاع شوي إنه إذا قلنا إنه هون مثلا بهذا المثال كان حطنا الـ Exposure هو Improved Fitness حلو إذا حكنا الـ Exposure صار هسا الإشي المنطقي أنه Improved Fitness بالتالي رح يكون عدد الوفيات الأقل لمن لللي Improved Fitness بس إذا قال لك الـ Exposure Not Improved Fitness عدد الوفيات الأقل رح يكون للي Not Exposed لأن الـ People who are exposed لللي Not Improved Fitness وفياتهم حتكون أكثر فبتالي بمن أنه هذا هو الـ Exposure حصله فبيحصل R1 طبعاً ممكن كنت ترجعوا على فيديو الدكتور بس يعني نفس الكرام حيكون طريقة ثانية لأن نمثل فيها البيانات هي الـ 2x2 table format ممكن جبلني ياها الدكتور كيف نقرأ هاي الـ table هاي الـ table ببساطة عندك هون الـ exposed مسطرين هون الـ non exposed مسطرين هيك الـ disease هون مسطرين والـ non-disease هيك محتوظين طب هس الـ people with exposure and the disease رايح حصلوا هاي الخلية تقاطع هاي الخليتين فهاي الخلية الـ a1 هم people with exposure and the disease people with the disease but no exposure رايح حصلوا هاي الخلية people with no disease but exposure يعني معهم exposure but no disease هاي الخلية people with no exposure ولا وأيضاً no disease هاي الخلية حلو الرقم N راح يكون عبارة عن total exposure N1 هو total exposed N0 هو total non exposed M1 total diseased وN0 هو total non diseased طبعاً بأول محاضرة الاشياء اللي راح نحتاجه هذا ما راح نحتاجه هذا ما راح نحتاجه ومش بأول محاضرة هي بالـ relative risk ما راح نحتاجه ما راح نحتاجه الـ M ما راح نحتاجها والأمواة ما راح نحتاجها راح يكون شغلنا فقط على هذول الاثنين وهذول الاثنين حتى ما راح نحتاجه بآخر محاضرة أو القابل الأخيرة يعني واحد منهم آه الأخيرة راح صير تركيزنا عليهم كلهم ولكن بطل نحتاج الـ N هذول راح يصيروا X صير لعبنا هون فقط طب بداية خلناك من نسبة risk ratio راح نحتاج الـ A و N ليش؟ قانون الرسك الرسك للاكسبوز بيبل هو عدد الناس تركيزوا ومحضوا الناس الناس تركيزوا ومحضوا الناس على عدد الناس تركيزوا لذا R1 R1 هو عبارة عن A1 تقسيم N1 R0 لأنه حكينا R1 مختصة بالـ exposed فبتالي عدد الـ exposed and got the disease على عدد الـ exposed بشكل عام R0 هو مختص بالـ non-exposed people فمنحط الـ incidences أو people who got the disease from the non-exposed group هاي الخلية على total people that are not exposed هاي الـ R0 سونا نحفظ القانون أنه R1 يساوي A1 على N1 R0 هو A0 على N0 نشاهد من 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 شك لأنه ñ من 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 un؟ من 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 مF nehmen من 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 منشكل عدد الـ protein positive نحفظ نحفظ اللحظم منного من 2005 أو powered by وخمسين ثنين وثلاثين واحد قدى أودكم من أصل ثلاث تلاف واحد تقريبا حلو سو إذا قل لك إحسب لي ريتس حسب لي مثلا ريت أوف أوف بيبول وذ إمبروفت فتنس اللي إكس بوجر ريت حلو بتقول لأر ون هو اي وان على ان وان يساوي اي وان على ان وان طبعا بما أن حاطلنا هون بيرسين ييرز هاي عبارة عن أربعة تلاف تقسيم اشأ اسم عشر تلاف سو أربعة تلاف على عشر تلاف وطلعت بالبسط إنها هي عبار عن أربعة صفر 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 على عشر تلاف، تيك طب بالنسبة للأر صفر، الأر صفر؛ الهون النن إكس بوز no expose who got the disease 32 على توتال نون إكس بوز الان صفر شغلات بسيطة المحاضر ستشد أكثر من ساعة شكلها طيب هس الفوتبون إكسامبل نفس الهاي أو نفس الفكرة ولكن بده إياك هون تحسب له الريلاتف ريسك الريلاتف ريسك أو ممكن يقول لك الريلاتف تيرمز و انت لحلك تعرف انه بده الـ RR هو القنمزذج الناس في 73 على التوتال هالي هو 0 ế ريلا الناس في ريسك eliminate الإسفع west نقاط قيمة اسفع المترجم للقيم المترجم للتأكيد المترجم للقيم الريشيو الرڥ أو المقارب هي المقارب المقارب تتج你看 عدوان المقارب يجب العدوان المقارب يكتب في عدوان المقارب تتجاه مقارب المقارب الر بينما الـ الر لم يكن للمدرسة المدرسة و المدرسة المدرسة في المدرسة بشكل عام يعني بيعطيك أرقام عربية البوضع ممكن تستفيد منهم نعم ولكن لم يكن لديك اكثر سوف نشوف الأمثلة لقد تم عملنا ندرسة موضوع مئة ألف واحد يعني ندرس مدرسة الكلام أخذ النهائي الإنساني الناس من الصومربية يكون الحضور إلى النهائي والنهائيم يكون الحضور المترجم الأشخاص الناس من الصومبرية تقسيم عشرة فبتالي طلع عنا 10.4 يعني هاي بدو يكون R1 وهذا هو R0 لان هذو Exposed تقسيم عشرة يساوي 10.4 خلنحكي in relative in absolute terms نقول 104 ناقص 10 ويساوي 94 هون نفس الاشي بنقول R1 على R0 560 على 400 تقريبا 1.3 بينما خلنحكي ان the difference نقول هذا ناقص هذا ويساوي 150 150 فهون إيش الإسنتاجات نستنتج انه السموكين السموكين لدي افكت لنغ كانسر من كورونير هاد ديزيز سموكين سموكينج افكت لنغ كانسر من الكورونير هاد ديزيز لانه اكبر الريسك بينما هون بالنسبة للريسك دفرنس ما أعطانا هون عطانا من صرنجر افكت يعني تأثير التدخين على الكورونير هاد ديزيز ولكن هون أعطانا عدد الكيس بشكل عام حلو فقال لك انه سموكينج أفكت لنغ كورونير هاد ديزيز ما الذي تفعله عندما تكون مقارنة مقارنة من محاضرة سوف نسميه R1, R2, R3 الخط جميل جدا 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 سوء R1, R2, R3, R4 سوء R0 سوف ناخذ باخر محاضرة بإمكاننا أيضا نقارن بين مثلا R2, R1 ولكن الأفضل عشان نحصل القيم الأفضل واللي يجول إذا بدك تحسب relative بدك تحسب على non exposed بالنهاية عشان تقارن بينهم فبنتحصل هاي فالnon smoker مثلا كان عندنا lung rate اللي هو disease D 10 حلو فبتقول أنت عشر risk مثلا عشرة تقسيم عشرة يساوي هاي light smoker هاي طبعا risk مش ال disease light smoker كان عنده مثلا risk حوالي 52 فبتحكي أنت بدك relative risk 52 تقسيم عشرة يساوي 5.2 بالنسبة لهذا 106 تقسيم عشرة و 10.6 very heavy smoker 200 risk تبعه تقسيم العشرة و يساوي 22.40 سو دائما بترجع ال reference اللي هو R0 اخر نقطة اللي هو odds ratio حلو حكينا عن risk ratio هاي هو risk ratio وهسا بنحكي عن odds ratio odds ratio عبارة عن اشي سيميلر لل risk ratio but based on odds rather than risks حلو بنحتم أكثر بال odds أكثر مما بنحتم بال risk ليش الرسك بمكاننا نستعمله بال cohort مثلا اللي لسه ما تكونت عندهم الأمراض فمنحكي أنه قديش فرصة يصاب بالمرض ال odds ممكن نستعمله بال case مش رسك حتى خلف العشرة تظ الرقم جداً صغير جداً جداً صغير فبالتالي والب رح يكون شبه بعض تقريباً حلو فالتنمام بتحكي تقسيم تقسيم لأن هذول تقريباً نفس القيمة وهي تقريباً تهمل هاي في حالة إذا كان بانما إذا كان عادي لأ حيعطيك قيمة شوية مختلفة إذا كان عنا Or of 1 هذا يعني أن الريسك تقريباً أن الريسك تقريباً تقريباً فبالتالي سواء الريسك أو تقريباً رح يطلع عنا نفس المرض طبعاً إذا كان أقل من الواحد رح يعطيك قيمة علاجية إذا كان أكثر من الواحد رح يعطيك as a risk يعتبر فبالتالي الشي ما بنعشية سواء هي كيف في القانون هو A1 تقسيم B1 بدلاً ما كنا نحكي A1 تقسيم N1 على A0 تقسيم N0 نحكي A1 تقسيم B1 على A0 تقسيم B0 وإذا بدنا نسهل حالنا أكثر وكثر نريح رأسنا ونحكي A1 ضرب B0 على B1 ضرب A0 يعني ضرب تبادلي A1 B0 B1 A0 نضرب بعض كروس برودكت راشيو مثال عليه حسب لي الوادز راشيو خلنا نحكي disease is neural tube defect الحسب لي حسب لي الوادز راشيو الوادز راشيو بتحكي 10 ضرب الـ 12 ألف على 40 ضرب الـ 10 ألاف تقريباً و هاي ضرب بعض هاي ضرب ويساوي تقريباً 0.29 إذا بدك تحسب الـ relative risk إذا بدك تحسب الـ relative risk رح تحكي 10 تقسيم 10 7 1 3 زدتهم مع بعض عشان يعطيك الـ N إذا بدك تحسبهم برضو أيضاً حتكون هاي 11 بعدين 9 4 4 4 فبعدك تحسب هاي طبعاً هون تقريباً هاذ وهذا نفس الـ هاي هي القيم الـ N تقريباً هذول نفس الـ وبالتالي بما أنه هون disease is rare فسواء استعملت odds ratio أو risk ratio رح يعطيك نفس القيمة تقريباً وبس والله بحالة للـ odds ratio زي ما قلنا ضرب تبادل ويعطيك ألف عافية طبعاً محاضرة طولت بس مش مشكلة أطول محاضرة هاي أزنق محاضرة ويعطيك ألف عافية فسواء ويعطيك ألف عافية فسواء كيف نقرأ هاي ترجمة نانسي قنقر